هنعمل مع بعض الخميرة البلدي في البيت بكل سهولة بمكون بسيط جدا وطبعا موجود في كل بيت نجح معاك من اول مرة يلا نشوف هنعملها ازاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اخفر لابي وامي وامات المسلمين اجمعين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الخميرة البلدي في البيت بحاجة بسيطة جدا جدا هتستغربي بجد احنا ازاي كنا بنشتريها مع اندي بسهولة ممكن تعملها في البيت من غير الوقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي ياريت اتمنى انك تشترك معايا وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وعمل لنا لايك حلو زي كيكا تكوتا المقادير هنا مقادير مفتوحة حسب كمية الخميرة اللي انتي عايزها منحتاج مية ودقيق فقط لا غير مية ودقيق يعني مش جايبين حاجة غريبة همحتاجة اعمل عجين كسيف يعني ايه عجين كسيف يعني هيكون زي عجين الكيكا كده بالضبط او اتقل من عجين الكريب حط المية والدقيق وقلبهم كويس مع بعض طب يا ترى ايه العنصر اللي احنا هنضيفه عشان ينجح للخميرة مليون المية عنصر بسيط جدا وموجود في كل بيتنا فيش بيت مفهوش طوم ايوا بالضبط كده عايزين منفص لاتنين طوم طوم يكون فرش مش مفرز واحطهم معلق خميرة بتاعتي او معلق عجين لانه هو لسه مخمر هقلب البرطمان بتاعي كده احنا ما استخدمناش حاجة غير الشوكة بس وهقفل البرطمان حلو وهحتفظ به في مكان دافي في الجو اللي لسه سقعة ممكن تاخد لها من يومين لتلات تيام مفيش مشكلة خالص او يوم ونص انا اخدت معايا يوم ونص بالضبط لو احنا في السيب مش هتاخد لها نص يوم وهتكون خلاص اختمرت هشيلها في مكان دافي وده شكلها بعد ما اتعملت صدقيني هتكون ناكحة معاكي مليون في المية طبعا الحجم تضعف زي ما انت شايفوا عامت الفقعات بتاعت التخمير انا جربت اعمل تخمير بتاع الخميرة البلدي ديت في البيت من غير فاصل انتم مدنيش نفس النتيجة المتقنة ديت والسريعة في نفس الوقت اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم واسقة من كده هتستخدمها في المعجنات والمقبوزات مش هتاخد منك وقت طالما انت ناوية تعملها معقبوزات او معجنات قبليها بيوم او يومين تقدري تعمليها لو جاو ساعة لو حرب فتش هتفرق معاكي ممكن في نفس اليوم ان شاء الله الفيديو هاي يكون عجبكم وستفدتم منه ونقابلكم ان شاء الله في فيديو تاني ونهيدي كل الستات اعملوا شير لاصحابكم مش محتاجين ان احنا نشتري خميرة تاني من برة كده وفرت وسهلت علينا وقت كبير جدا وحاجة مضمونة في البيت خاصة انه لا يعزوا بالله ميكروبات وفيروسات في كل حتة ربنا يعافينا يا ربو يعافي المسلمين اجمعين استوداكم الله لازل لا تضيع ودائعوا كنت معاكم ورحمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي حفظ الله ورعي